موسيقى شاهدين الكرام ورحبكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جاري هذه الحلقة هي بث مباشر على موقعي على الفيسبوك وكذلك ستكون بعد انتهاء الحلقة على اليوتيوب وعلى صفحة الخاصة برادراشيد دات كوم موضوع الحلقة من قتل محمد موت محمد شكل لغزا للمسلمين بكل طوائفهم السنة مثلا يقولون أن محمدا مات مسموما من طرف يهودية والشيعة يتهمون عائشة وحفصة وأبويهما في الضلوع في تسميم محمد بينما بعض الدعاة الجدد لا يقبلون أصلا فكرة موت محمد مسموما لأن تخلق لهم معضلات لاهتية كبيرة في هذه الحلقة سنتطرق لكل هذه الآراء ونتطرق لتفاصيلها لنحاول تقليب الموضوع من كل جوانبه فتابعونا أشجعكم أيضا على المشاركة في الحلقة عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة وموجودة أيضا على موقعنا على الفيسبوك وأيضا تشاركوا عبر التعليقات على الصفحة وعبر أسئلتكم إذن موضوع الحلقة من قتل محمد من قتل محمد هو السؤال الجوهري الذي ينبغي أن نسأله في حياة محمد عليه علامات استفهام كثيرة ونرى أيضا أنه على مواقع الإنترنت موجود أسئلة وفتاوى تحاول إجابة على هذا الموضوع مثلا إسلام أونلاين أو موقع الإسلام أونلاين في فتوى بخصوص هل صحيح أن النبي هذا هو الرابط للفتوى هل صحيح أن النبي مات متأترا بالسم وكيف يحدث ذلك له والجواب ثبت في الصحيحين أن يهودية سمت النبي في شات فأكل منها لقمة ثم لفظها وأكل معه ثلاثة منهم بشر ابن البراء والتي قامت بذلك زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم وقد احتجم على كاهله وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم ثم يقول وهناك خلاف في الاقتصاص منها كما أن هناك خلاف في كيفية أكل النبي منها هل مضغها ثم لفظها أو ابتلعها وبقي الرسول بعد هذه الحادثة ثلاث سنوات حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشات يوم خيبر فهذا أوان قطاع الأبهر مني قال الزهري فتوفي رسول الله شهيدا والأبهر عرق مستبطا بالصلب متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه فكان ابن مسعود وغيره يرون أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من السم الذي تناوله في خيبر إذن هذه هي القصة السنة يعتقدون أنه بعد غزوة خيبر انتقمت منه امرأة يهودية سمت وبعد ذلك بعد ثلاث سنوات في مرضه الذي مات فيه كان السبب هو السنة طبعا الرواية السنية عليها علامات استفهام كبيرة لكن نبدأ بأول مشكلة نواجهها في هذه الرواية أول مشكلة هي معارضة هذه الرواية للقرآن رغم أنها في الصحيحين هل الله إذن عصم محمد في سورة المائدة 67 يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس عن عائشة قالت كان النبي يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس قالت فأخرج النبي رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني يعني كان في حراس يحرسون محمد من القتل فلما جاءت هذه الآية قال خلاص الله تكلف بعصمتي الله تكلف بحفظي وهو الحافظ إذن لا داعي لي أن يوجد حراس وأطلق حراسه وتفسير الطبري للمائدة 67 يقول عن القرى ذي قال أن رسول الله ما زال يحرس حتى أنزل الله والله يعصمك من الناس واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية فقال بعضهم نزلت بسبب أعرابي كان هم بقتل رسول الله فكفاه الله إياه إذن نعود للسؤال قبل أن نتطرق لتفاصيل الرواية السنية إذا كان الله قد عصم محمد من الناس وإذا كان محمد قد تخلص من حراسه بعد نزول هذه الآية لماذا لم يعصمه من الموت بالسم على يد يهدية هل عصمه الله من زينب بنت الحارث المرأة التي اتهمت بوضع السم لمحمد أين العصمة إذن بعضهم يقول لا ما ماتش في الحال طيب ما مات بعد ثلاث سنين هي هي يعني هي الفرق في المدة فقط إذن في الأخير قتله السم فالله لم يعصمه قطعا لكن ممكن تكون عصمة وقتية عصمه لمدة ثلاث سنين يعني أخره أجله لمدة ثلاث سنين لكن مات بسبب السم الذي قامت به يهدية فإذن لا عصمة هنا أين هي والله يعصمكم من الناس الله لم يستطع عصمة محمد من القتل فإذن الفكرة هنا تضرب نفسها بنفسها تناقض الله يعصمكم من الناس ثم قتلته يهودية كيف نوفق بين الفكرتين متعارضتين الرواية السنية الآن نقرأ الرواية السنية بتفاصيله في صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة لاحظوا أن الروايات ترويها عائشة كان النبي يقول ولماذا قلت عائشة؟ لأن هذا سيفيدنا في الروايات الشيعية والتفسير الشيعي لهذه الروايات قال يونس عن الزهري قال عروة عن عائشة أو قالت عائشة كان النبي يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر ثلاث سنين مضت يعني ما زال يجد ألم الطعام لأكله من ثلاث سنين فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم الآن جاء وقت انقطاع شريان القلب من ذلك السم وكأنه يقول الآن جاء موتي عن طريق ذلك السم بسبب ذلك السم وذلك السم سيسبب لي انقطاع شريان القلب لاحظوا كلمة أبهري والأبهر هو شريان القلب الأورتة فإذا الشريان الرسمي للقلب يسمى الأبهر وإذا انقطع الأبهر في عرف العرب حصل الموت فإذا لما يقولون منقطاع أبهري معناها أموت قطعا ما فيش شك من ذلك فإذا محمد يعتقد كان وهو على فراش الموت يعتقد أن موته هو بسبب السم الذي تم وضعه له من طرف اليهودية في شات مسمومة في خيبر بعد غزوة خيبر لو كان محمد يؤمن أن الله عصمه لماذا يؤمن بنفس الوقت أن ما أكله في خيبر هو سبب موته الآن بعد ثلاث سنوات لو كان محمد فعلا يؤمن بعصمة الله له من السم الرواية السنية الرسمية تجدها بروايات مختلفة لكن تقريبا تقول نفس الشيء فيما يخص عناصر القصة عن أبي هريرة قال كان رسول الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبعد ذلك زاد فأهدت له يهودية عن محمد بن عمر عن أبي سلمة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شات مصلية سمتها يعني وضعت سما فيها فأكل رسول الله منها وأكل القوم فقال أرفعوا أيديكم فإنها أخبرتني إنها مسمومة يعني بعد ما أكل البعض قال له محمد الشات نفسها كلمتني وأخبرتني أنها مسمومة هناك أسئلة عن القصة طيب لو الشات أخبرته كان الله يريد معجز لماذا تكلمت بعد ما أكل بعض القوم وبعضهم سيموت كما سنرى فمات بشر ابن البراء ابن معرور الأنصاري يعني مفروض الشات تتكلم قبل حتى تحفظ حياة الناس الذين ماتوا البعض يقول ثلاثة ماتوا بسبب هذا السوم إذن على الأقل واحد متأكدين منه مليون في المية بشر ابن البراء ابن معرور مات بسبب ذلك السوم فقال لهم لا كلمتني فأرسل إلى اليهودية وقال لها ما حملك على الذي صنعتي لماذا قمت بذلك قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك يعني لو كنت فعلا نبي فالله سيعسمك مني ولن يضرك السوم ولو كنت مدعيا قتلك السوم فأمر بها رسول الله فقتلت ثم قال في وجعه لحظوا الكلام ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري يعني طلع كلام اليهودية صح بحسب هذه الرواية قالت لو كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا يعني شخص متسلط ويدعي النبوة أرحت الناس منك أمر بها فقتلت لكن مات بسبب السم الذي وضعت كما تقول الرواية وكما اعتقد محمد إذن طلعت اليهودية صح أنه أراحت الناس منه حتى لو حصل ذلك بعد ثلاث سنين هل محمد كان يتذكر على فرض صحة هذه الرواية لأننا نشوف تناقض في الرواية على فرض صحة هذه الرواية لو حللناها كما هي عند أهل السنة هل محمد دائما كان خايف من كلام اليهودية يطلع صح؟ لأنه قالت له إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت مدعيا مجرد واحد يدعي الملك درك هل دره أم لا؟ دره هل مات بسببه؟ مات بسببه كما قاله كما قاله كما يقول أهل السنة كما يقول أهل السنة طلعت اليهودية صح ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي لازم أهل السنة يجيبوا عليه إذن اليهودية طلعت صح أراحت الناس منه وطلع إنه مش نبي أثبتت اليهودية إنه مش نبي لها أخبرته الشات ما هو سيموت بعد ذلك بثلاث سنين ما نفع شات كلمتك ومع ذلك ستموت بسبب هذا السن ما نفع هذه المعجزة أصلا لا شيء لأنه لم تنقضه آه لم يموت حالا لكنه مات بعد ثلاث سنوات تضارب الروايات بشأن اليهودية الرواية شفنا في سنان أبي داود تقول قتلت لكن في رواية أخرى عن أنس بن مالك في صحيح البخاري أن يهودية أتت النبي بشات مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا رواية تقول قتلها ورواية تقول لم يقتلها فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله أنس يقول أنه ما زال يعرف السم في لهوات رسول الله في اللحم الذي هو في آخر الفم من داخل لهوات فكان لا زال يعرفها في لهوات رسول الله حديث حديث الشات المسمومة نستمر في نفس باب ما يذكر في سم النبي عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبر أهدية لرسول الله شات فيها سم فقال رسول الله اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود اعطوني كل شخص حضر من اليهود فجمعوا له جمع كل اليهود فقال لهم رسول الله إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه ابتدأ يسألهم أسئلة فمن أبوكم قالوا أبونا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت المهم استمر في الأسئلة حيجي وقت ويسألهم عن السم فقال هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبناك ما عرفته في أبينا قال لهم رسول الله من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها قال لهم رسول الله اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم فهل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم قال هل جعلتم في هذه الشات سما فقالوا نعم فقال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يدراك إن كنت كذابا نستريح منك طب السم دره أم لم يدره أه دره ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر يعني السم دره إن كنت نبيا لم يدرك إن كنت كذابا نستريح منك ظهر إنهم استراحوا منك بعد ثلاث سنين استراحوا منك الرواية وكأنه تقول لنا فعلا إنه طلع إنه كده هذا منطوق الرواية صحيح البخاري كتاب الطب باب ما يذكر في سم النبي إذن أحاديث الشات المسمومة في الحقيقة تخلق معضلات لأهل السنة تخلق لهم مشاكل كتير يبدو أنه فيها بعض العناصر لخلت الآن بعض الدعاة يحاولوا يتخلصوا منها إطلاقا لأنه شكلت لهم إشكال ومروية عن كبار الصحابة وكبار الرواة نجد المسلمون الأوائل كانوا يعتقدون أن محمد قتل على الأقل على الأقل ما سأقوله في بداية هذه الحلقة وفي تحليل التفاصيل أول شيء أن المسلمين الأوائل كانوا يعتقدون أن محمد قتل ما ماتش ميت الطبيعي لكن من قتله هذا كان محور خلاف بين طائفتين كيف قتل ظاهر أن كل المسلمين سنة وشيعة كانوا يعتقدون أنه قتل مسموما من طرف من؟ علامات استفان نجد مثلا عبد الله ابن مسعود عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لأن أحلف تسعا أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك أن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا يعني عبد الله ابن مسعود يقول أحلف تسعا أن رسول الله قتل قتلا ومحلفش مرة واحدة أنه لم يقتل أنه المفروض يعني وكانه يقول بصريحة العبارة أن محمد مات مقتولا من قتله لم يصرح هل يقصد السم الذي وضعته اليهودية؟ ممكن هل يقصد حد تاني؟ ممكن أيضا كل الإمكانيات موجودة إذن اتفق المسلمون الأوائل على أن محمد مات مسموما أو على الأقل مات مقتولا نشوف إيه الإشكالية اللي خلت الآن بعض الدعاة الجدد مثل الشيخ عدنان إبراهيمي حاول يتخلص من الموضوع كليا ويرفض الأحاديث لأن عملاله مشكلة نشوف ماذا يقول الشيخ عدنان إبراهيم طيلة حياتي أنا العبد الفقير مثلي مثل غيري كنت أكرر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة كما أكرمه بالشهادة العلماء يقولون هذا في كتبهم في الشمائل والسير لماذا؟ مات النبي شهيدا بالسم مات شهيدا بالسم مات مسموما مات مسموما؟ نعم والحديث الصحيح لا يزال السم وفي روايا ألم السم الذي أكلت بخيبر يتعاودني بروحه بيجي بروحه بيجي الألم هذا قال فهذا أوان أو حين أن انقطع إيه؟ أبهري الأورطة يعني الوتين منه قال أنا انقطع الشريان إيه الأبهر؟ من هذا السم حديث صحيح ممتاز إيش قصة السم هذا؟ تعرفونها؟ اليهودية التي دست له السم أيها الإخوة في ذراع الشاء المسمومة في خيبر ومات أحد أصحابه أكل معه وأساغه النبي لاك ولم يسغه فلفظه قال إن هذا الذراع أو هذه الشاء تخبرني أنها مسمومة إلى آخر الحديث هذا في الصحيح في البخاري لماذا تتكلم أنت وغيرك؟ جميل سيأتي لمن يقول لي مولانا ولكن الله عز وجل كان قد أنزل قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس لماذا لم يعصمه من السم؟ لماذا ماد نبيكم مسموما؟ إذن هذا يتناخذ مع ظاهر القرآن الكريم النبي حين نزلت الآية والله يعصمك من الناس قال لحراسه اذهبوا لا حاجة لي بكم فقد عصانا لله ليس عصمه في البلاغ عصمه من الناس من الأذى من السيف من السم من القتل من الغيلة والاغتيال عصمه واضحة لكنه سم صحيح لم يلفظه لم يموت على المكان كما يقال لكن مات بعد ذلك انتبهوا الآن في نظري إلى الدس والحيلة في نظري الشيطانية التي لا يدري إلا الله من الذي باء بإثمها من الرواه فإن كان ذلك كذلك فعليه من الله ما يستحق وهذا ما سيثير الجامدين أيضا مقدسي كل شيء في البخاري مقدس تعرفوا ما هو لماذا اختار الذي وضع هذا الحديث الصحيح أيها الإخوة أن يكون النبي مات بانقطاع أبهره ليش الأبهر بالذات ليش الواتين حتى يبيره لنا أن نبينا كان أستغفر والعظيم أستغفر والعظيم الأبعد وحد آخر كذابا وهذا ما يستحقه لماذا يقولون ربكم هو الذي قال على رسال محمدكم ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الواتين فما منكم من أحد عنه حاجزين قال محمد هذا لو كذب عليه أنا سأميته بقطع أبهره بقطع الواتين الأبهر الأورطة وتأتي النصوص الصحيحة تثبت لها أن النبي مات لماذا؟ أنا أرأى الدهشة الآن في عيونكم حبست أنفاسكم تقولون يا ويلتا معناها كيف ساغت هذه الأكذوب علينا طبعا ساغت ألف وثلاث مئة سنة نعم إلى اليوم ونفتخر بها والنبي مات شهيدا مات شهيدا لقطعنا منه الواتين ويقولون هو فيما صح عنه وهذا في الصحيح يقول أنا موت بانقطاع الواتين وهذه ميتة توعد الله بها أيها الإخوة النبي لو كان والعياذ بالله كذب عليك إذن هذا كان كلام الشيخ عدنان إبراهيم أذكركم حتى لو أن البت هو على الفيسبوك فقط احنا بناخد مكالمات مباشرة على الهواء ممكن تتصلوا بينا على الأرقام التي تظهر على الشاشة وأيضا أكيد الأدمينز على الصفحة يحطوا لكم الأرقام فلمن يريد أن يشارك في هذه الحلقة اتصلوا بالأرقام إذن المشكلة عند الشيخ عدنان إبراهيم هي مشكلتين أولا هل عصم الله محمد من السم لا مات مسموما في الرواية السنية المشكلة الأخرى هي نجدها في الآية 44 إلى 47 في سورة الحاقة ولو تقول علينا يعني محمد لو ادعى وكأن الله يقول له في القرآن لو تقول علينا لو كذب علي أو لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لاحظوا هذه الكلمة لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني وكأن الله يهدد لو محمد كذب علي سأقطع عرقه الأبهر الوتين محمد في مرضه يقول هذا أوان انقطاع أبهري هذا أوان انقطاع الوتين هل تحققت الآية لو تقول علينا لانقطع أبهره ومحمد يقول انقطع أبهري إذن تقول بحسب المشكلة اللي عند عدنان إبراهيم إذن هو يستخلص يقول أكيد الرواية وضعها حد ليتبت هذه الآية لا أنا ممكن استخلص منها شيء تاني ماذا لو كان محمد في السبكونشيس اللي عنده في لا وعيه دائما قال هذه الآية دائما كان خايف أن الله يقطع واتينه فلما كان على فراش الموت صار يقول هذا أوان انقطاع أبهري تحقق ما كنت أخافه ما كنت أخشاه يمكن هذا احتمال آخر لهو يستنتج فقط احتمال وضع الرواية لهناك احتمال آخر أيضا أن محمد يكون دائما خايف من الكلام اللي قاله شاهد أمام الله أنه لو تقول لقطع الله أبهره جاء يوم الموت قال خلاص قطع الله أبهري أنا قلت يا شيء وتحقق فيه ممكن هذا الأمر نشوف تفسير الآية ولو تقول علينا محمد بعض الأقاول الباطلة وتكذب علينا لأخذنا منه باليمين يقول لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب لأخذنا منه باليمين يعني لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله لأهناه وميتة السم ميتة مهينة عن ابن عباس قوله ثم لقطعنا منه الوتين يقول عرق القلب الأبهر وأيضا في عن الضحاك لقطعنا منه الوتين وتين القلب هو عرق يكون في القلب فإذا قطع مات الإنسان هذا تفسير الطبري ومحمد يقول أنا ميت بقطع أبهري الآية تقول لكذب علينا لقتلناه بقطع أبهري وفي موته يقول أنا ميت بقطع أبهري حط دي على دي تعطيك أنه تقول علينا بعض الأقاول خلينا نأخذ مكلمة من الأخ أحمد من ألمانيا أهلا بك أخ حام أهلا وسهلا تفضل شكرا كتير رارك أستاذ على هالبرنامج العظيم الله حال ما في عندي الله يتسلمك مواضيع كتير كتير جيدة بس أنا في عندي مداخلة لو سمحت أنا بدي بس أنه تعملوا حلقة عن موضوع سوريا أنه من وين اشتغل هذا الاسم منه السيريا وهالموضوع لو سمحت يعني من ناحية تاريخية من الناحية التاريخية أنه شو تاريخ البلد شو كذا لأنه نحن نعرف أنه تاريخ سوريا الاسم سوريا مشتغل من سيريان سيريان تعرف أنت شو سوريا الكبرى كانت منطقة تشمل أكبر بكتير من ما نعرفه عن سوريا الحالية نعم موضوع جي ما رأيك في موضوع هذه الحلقة يعني كيف قتل محمد وهو خلاف بين السنة والشيعة وبين طوائف كتير يا ستابنا المواضيعات لا غبار عليها دائما تطرح مواضيع حساسة جدا وخطيرة ودائما يعني يعني سفني القوي يعني في كتير من الناس يعني ينحط رأس دحت التراب بالنسبة لمواضيعك أنت نعم الصح البعض البعض حتى كان يعني مستاء أني طرحت السؤال وكأنه يعني سؤال غريب ما هو السنة يطرحوه والشيعة يطرحوه والناس يطرحوه إيه العيب في طرح هذا السؤال ما أنت عملت حلقة أنه حتى السؤال كمان أنه محرم مواضيع أستاذ هذه نعم بس المشكلة في ناس يعني تحب أنه ظل متسلطة يعني أو أو هيك عاملة حيمنة يعني يعني عرفت عليه كيف صحيح من هالموضوع هاتفغض له غير صحيح طيب أشكرك أخي أحمد على هذا الاتصال وحنحاول نجهز موضوع في المستقبل لم أعرفش إمتى لكن أكيد سنتطرق إلى تاريخ بلدان كثيرة في الشرق الأوسط وسوريا طبعا هتكون من الأوائل شكرا كثير أستاذ شكرا لك شكرا الأخ حسن من الولايات المتحدة أهلا بيك أهلا وسلم رشيد أهلا وسلم وكان ده في سؤال بالنسبة للشهادك بالآية نعم إن الرسول مات مقتولا فلو الآية مضبوطة لو الآية فعلا مضبوطة فده أكيد إن القرآن صح اللي هي أي واحدة من الآية الله يعصمك من الناس ولا لو تقوّل علينا بعض الأقاوي لو تقوّل علينا بعض الأقاوي آه لا أنا ما قلتش إنه الآية مضبوطة إن القرآن صاد لا أنا ما قلت إنه قرآن صاد أنا قلت ماذا لو كان قالها محمد وفضلت بتعذبه في لاوعيه وفي الأخير ظن أنه موته بسبب ما قاله مثل واحد يقول الله ينزل علي الله يعطيني مثلا مرض القلب لو كان هذا كذب وهو يعرف أنه كذب بعد مدة لو حس بأي شيء يقول هذا مرض القلب لأنه عارف أنه كذب وأنه حلف أمام الله وشهد أمام الله أنه أنه حيحصل له هذا الأمر فنوع من من الخوف مما قلت مش إنه صدق القرآن فهم إزاي أنا بفرق بين الاثنين أيوة تمام وصلت لقابا نعم أشكرك شكرا شكرا على التصال في شيء آخر الآن إذن السنة يقولون مات من السم الذي وضعته اليهودية الدعاة الجدد أمثال عدنان إبراهيم لأنه شافوا فيها مشكلات لاهوتية فصاروا يعني لا الأحاديث موضوعة ما هو أسهل طريق أنك تقول أحاديث موضوعة حتى لو كانت في الصحة رغم أن الرواة جاية عن طريق أبي هريرة وجاية عن طريق عائشة وجاية عن طريق لا 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 موضوعة لأنه هذا هو المخرج الأسهل من المأزا نشوف الآن أنه هناك بعض الروايات توحي بأنه حتى رواية السم مشكوك فيها يمكن حد تاني سمه ونشوف لماذا مثلا في يوم موت محمد في صحيح البخاري كتاب المردباب قول المريض قوموا عني عني الزهري تمشي السلسلة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي هل أم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدها فقال عمر يعني محمد خلاص في لحظات الأخيرة موتوا قال لهم هاتوا كتاب أكتب لكم شيء لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ما تسمعوش كلامه محمد عنده وجع وعنده ألم ما تسمعوش كلامه وعندنا القرآن مش محتاجين أي وصاية تانية منه حسبونا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر يعني القسم الناس يقولوا هاتوا له كتاب يكتب طول عمره بيكتب لكم ويقول لكم ما تفعلوا ماذا عن اليوم والبعض يقول لا الرأي رأيه عمر خلاص ما يكتبش أي شيء خلاص هو الآن في اللحظات الأخيرة لا يكتب أي شيء ألا يوحي بأنه هناك نوع من المؤامرة كان خلال موت محمد وفي ناس كانت خايفة أنه يكتب شيء حياته بأسرع وقت ممكن الاحتمال موجود الرواية السنية تقول هذا الأمر فلما أكتروا اللغوة والاختلاف عند النبي قال رسول الله قوموا وبعد هذا انظر ماذا يقول فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم يعني يتحصر ابن عباس على ذلك اليوم ما حصل فيه وهذا الدليل على أنه كانت هناك مؤمر كان فيه شيء يحاك وهناك أسباب تدعو لقتل محمد سبك من اليهودية هل قصة اليهودية فقط لأن الإسلام يكره اليهود فصيغة قصة اليهودية لرمي نفس التهمة على اليهود ممكن احتمال أنه اللي فعل فعلته أراد أن يلسقها باليهود لأنه كل شيء سيئة وممكن نلسقه باليهود إلى اليوم نقوم بهذه السياسة أي شيء يحصل لنا اليهود وراء إسرائيل أي شيء يمكن نفس الشيء تم يمكن السم حصل يمكن أنا أحاول أدخل وسط هذه الألغام بن الشيع والسنة يعني من عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديك أنها نظام اللؤلاء قال قال رسول الله ائتني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعد وأبدا فقالوا إن رسول الله يهجر يهجر يهدي بالعامية المغربية يخرف أو يهطرز يخرف يقول أي كلام يعني لا لا يمكن أن نعتمد على كلامه صحيح مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يصيبه قالوا إن رسول الله يهجر يقول أي كلام فلا تسمعوا له فمنع من كتابة كتاب لن يضل بعده المسلمون ألا وعمر وراء الموضوع أكيد في قصة أكيد في موضوع كان في أسباب تدعو إلى قتل محمد الخلافة والسلطة أسباب من السلطة في ملوك قتلوا أولادهم لأجل السلطة وفي أبناء قتلوا آبائهم لأجل السلطة وفي لا قتل أخوه هل من المستبعد أن أصحاب محمد لم يقتلوا محمد غير مستبعد طبعا خلينا نأخذ مكلمة من أخت ليلى من كندا أهلا بك السلام المسيح أخي رشيد السلام المسيح أخت ليلى أهلا بك مرحبا أهلا شكرا أنا عندي مدخلة نعم عن الحلقة فعلا محمد مت مسموم في أحاديث كثيرة نعم عن الموضوع وأنا متفقة معك مية بالمية الرسول الكذاب مت مسموم بينما الرسول الصادق عضته حية وما ماتش وهذا مكتوب في أعمال الرسول بإضحاح 28 من العدد 3 لغاية 6 باختصار الرسول بولوس كان في رحلة وحرحوا على جزيرة وكان بيجمع حطب عشان يعمل أكل للناس اللي معه نعم في جزيرة مالطة أيها أنت عارف الإنشحاح كله أكيد فالمهم جمع بولوس بعد الحطب وألقاه في النار فخرجت أسعى دفعتها الحرارة وتعلقت بيده فقال بعضهم لبعض لا بد أن هذا الرجل قاتل فإن الأكل لم يدعه يحيى بعدما نجى من البحر لكن بولوس نفض الأفعى في النار دون أن يمسسه أذى وانتظروا أن يتورم جسمه أو يقعوا ميتا فجأة وطال انتظارهم دون أن يصيبه ضرر الرسول اللي من عند الله مجهش ضرر وعدته أفع يعني السم لازم يكون أنه أقوى لأنه من المصدر نفسه إنما محمد بلحم مطبوخ يعني قوة سم ستكون أقل ومات مسموم فده يجعلنا أن نقول أنه محمد رسول من عند نفسه وبولوس رسول من عند رب يسوع دي مدخلتي شكرا أخت ليلا شكرا على هذه المدخلة شكرا لك الله يخليك هتشوف رأي السنة الآن رأي السنة مهم رأي الشيعة عفوا رأي الشيعة مخالف لرأي السنة يفتفقوا في جزئية أنه مات مسموم لكن يختلفوا في من الذي قام بالسم نشوف أول فيديو للشيخ ياسر الحبيب أول مقطع منه عندي ثلاث مقاطع من الشيخ ياسر الحبيب نشوف أول مقطع إذن يفترض أنه نحن مع أهل الخلاف لا نفترق في أصل الموضوع أنه النبي صلى الله عليه وآله وقعت جريمة في حقه قتلته هذا يفترض أن لا يكون عليه خلاف الخلاف أين يأتي الخلاف فيما بعد ذلك من الذي قتل النبي الآن جريمة القاتل ثابتة ولكن من الذي قتل النبي هنا نفترق عنه نحن نقول إن الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وآله كانوا أهل النفاق ممن حوله زمرة المنافقين من أصحابه ومن أزواجه هذا الذي نحن نقوله ونقيم عليه الأدلة والبراهيم أهل الخلاف يقولون خلاف ذلك يقولون النبي قتل ولكن الذي قتله اليهود إذا حققت جيدا إذا حققت جيدا لا تجد قولا قاطعا مفتعا في أنه النبي قد توفي من أثر ذلك السم في خيبر لا ينتهي إلى عائشة وإن توسط غيرها لكن عائشة هي صاحبة السبق في هذا المضمار بحث مفصل أنا ناقشته في كتاب الفاحشة مفصل أصل الفكرة من عائشة أصل الادعاء لأنه كما قلنا كان شايعا عند المسلمين النبي مقتول طيب المتهم يريد أن يصرف التهمة عن نفسه فماذا يفعل يحاول إرجاع الجريمة إلى أشخاص آخرين وإلى سنوات غابرة عائشة هي التي تدعي أنه النبي لما مات صرح لها بأنه أنا سبب ترى موتي موش آخر وإنما الذي كان قبل ثلاث سنوات عائشة هي التي تدعي وهذا نتخذه دليل إدانة لماذا على قاعدة يكاد المريب أن يقول خذوني صدقني الرواية الشيعية لها معنى أكثر من الرواية السنية يقولون أنه روايات أن محمد صرح بأن السم الذي في خيبر هو سبب موته جاءت تقريبا كلها عن طريق عائشة إذن الذي يريد أن يحول السم إلى اتجاه آخر أكيد له ضلوع في موت محمد هذا هو التحليل الشيعي للأمر سوف نأخذ مكالمة من أخ أسامة من مصر أهلا بك ألو ألو تفضل أخي وسامة سلام المسيح ليك آخر شيء سلام المسيح تفضل أخي والله عندي وجهة نظر بالنسبة لوفاة هذا الرجل طبعا نعم لسمي محمد في حلقات فتكة طبعا أثبتنا أنه هو كان مصاب مرض الصرع صحيح صحيح مرض الصرع معروف معرض من الوفاة في أي نوبة صح صح كلامك مزبوط في الوقت هذا ليس محتاج أنه أي حد يديله سن أو ما يديه هو كده كده في أي لحظة ممكن نوبة صرع أو جرس بسيط جدا ينهز جنبه هتشتغل عنه الصعقة الكهربائية فهيجيله ألامش دي جدا ويتوفق صورا صحيح وهذا رأي أنا طبعا عنده نظرية الواهبات أنفسه ده الطابور النساء اللي بيقف على باب بيته من آية قرآنية مختلقة ممكن أي واحدة من أي قبيلة جاءت نفسها وتدخل سم أو سكين أو أي شيء وانتهى أمره بسهولة الموضوع ما كانش كده على الأقل في شك من الشيعة أنه أصحابه وزوجاته قتلوا وفي شك من السنة أنه اليهود قتلوا وأعتقد الرأي الأسلم أنه ربما مات من نوبات الصرع التي جاءت الرأي الأسلم في الأخير العلمي لكن أنا أطرح كل الأراء وأشوف المشاكل اللي فيها أي هو يعني لو تخيلنا كده رجل جاء عنده جاد وقاتل نوبة صرع وظهر زبب من فمه فالنفس تتخيل أنه كان وكل شيء مثلا وطلع من فمه وما يدرك طبعا نوبة صرع ومتشنجات الكعربية التي تحصل في الجسم نعم صحيح أشكرك على هذه المدخلة أخي أسام تمام بكرا نأخذ حمزة من المغرب أهلا بك أخي حمزة حالو راشي حالو تفضل أخي كذير أخي أخي الله يبارك فيك أخي حمزة أنا توحشك الكثير أخي أخي يتوحشك الخير أنا أريد أن شكرا جزيلا على ذلك اللي برتيمة أنا وعجر جديد أنا والزوجة بيالي وكنت شكرا بزيلا يعني إذا كان على هذا الحفاظ نصار راشي يدرك أنت من المؤميرين بعد دعوات لك يتحيو عليك سوف يوصي كل شيء أخوان الحمد لله أنه ليس بإيدهم ليس بدعواتهم صح نشكر الله وشكرا جزيلا على كل شيء خير شكرا العافو العافو شكرا على اتصالك هل هناك أي مدخلة في موضوع الحلقة لا أنت كفيت ووفيت وكل شيء ذيالك شكرا شكرا لك شكرا 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 ناخد سلام من السويد أهلا بك ألو أخت سلام من السويد أهلا تفضلي مرحبا مرحبا يعطيك العافو رشيد وربي باركك كمان وكمان الله يخليك شكرا الله يسلمك بشأن الموضوع اليوم عن محمد وموته وهيك أحبت أدخل بمداخلة هو على طول الشيعة والسنة يختلفون على هالشغلة هني لأنه مو يحبوا عائشة فيكبوا عليها بس أنا في أول شيء سؤال عندي هني ما زال يقولوا مثلا في عندهم بالأحوال أنه كان محمد قال أعطني أكتب ما هو محمد ما كان يقرأ ويكتب ما هيك وبعض الناس يقولون تعلم خلال السنوات كلها تعلم في الأخير يعني بعض الآراء تقول هكذا وبعض الآراء يقولون لا كان يكتب ويقرأ من قال لكم أنه كان لا يقرأ ولا يكتب ففي آراء في الموضوع هل كان محمد أميا ده موضوع ممكن يكون موضوع حلقة كاميلا المهم يعني هو بما أنه قالوا أنه أمي هو لازم ما كان يقدر يكتب ويكتب وأنه في حدا كان يكتب عنه يعني المهم خلي يكون يعني مثل ما يقولون بس هنا أغلب الوقت أنه يريد يكون المقتول مقتول محمد على أساس السم ويكون يهودي لسبب القتل أو يعني من غير طائفة بالأغلب أنه يكون يهودي بما أنه لأنه كان شائع في الأماكن اللي كانوا عايشين فيه ويهودي كانوا موجودين وهيك أنه جسل والأنبياء كلهم قتلوا على إيد اليهود فيريد يساتل شهادة قوة محمد فيريد يقولوا أنه قتل على إيد اليهود مع أنه ما في حدا من الأنبياء ثم نعم نعم ولحظة أنه حتى أسباب القتل يعني لو قتلت فعلا خلينا نقول مثلا السيدة اللي في خيبر السيدة اليهودية فالروايات تقول بسبب أنه قتل عائلتها فهي انتقمت منه أو لو قتل على يد عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر كما يقول الشيعة إذن قتل على السلطة كانوا عارفين أنه هو مدعي وأخذ السلطة لحظة أنه موت المسيح ما كان لأجل انتقام ما قتل أسرة حد حتى يقتلوه أنه موت المسيح نبيل نبيل يعني في سبيل القضية لكن موت محمد سواء كان عن هذا الطريق أو عن هذا الطريق هو موت في سبيل السلطة أو في سبب قتلي لعائلة امرأة يعني في غزوة فالأسباب تختلف المسيح المسيح لما مات مات لأنه هو ذكر قال أنه أنا هو لأنه إلى آخر دقيقة قبل ما ينصل بيقول أنا هو ولما مات مات بشان خاطر هو لأنه ابن الله وحتى لما صلب وكتبت اللوحة لأنه لأنه رسالته صلب لا وجه حدا لا أزا حدا بالعكس كان يجول ويصنع خيرا وفي آخر محمد كان وفي آخر كلماته قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما لا يفعلون بينما محمد كان يطلع يشيل إزار كان على وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصار ويرجعه وهذا في آخر لحظات ومن أعمالهم تعرفونهم يا أخي ومن أعمالهم تعرفونهم صحيح أشكرك أختي سلام أشكرك آمين خلينا نشوف فيديو تاني ليسر الحبيب يشرح لنا فين المشكلة من وجهة نظر الشياء الحقيقة تبدأ من هذا الحديث الذي تعترف فيه عائشة بوضع مادة غريبة في الفم الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر أيام حياتي هذا يكون مفتاح الجواب مفتاح الجواب حسب كلام عائشة أشار إلينا لا تلدوني مو الشكل هي هم تقول لددنا يعني جهارا نهارا تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وتعصيه مو الشكل النبي يوجه أمر واجب النفاذ لا تلدوني هي تروح تفعل عكسه تلده مو الشكل شنو حكمها ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم عائشة في النار حتى على هذا الحديث حتى على هذا الحديث صراحة تقول النبي أشار إلينا ألا تلدوني إحنا أملددنا إعناد لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني فقلنا كراهية المريض بالدواء إن الرجل اللي يهجر هذا يكره الدواء وإحنا نعرف مصلحة أكثر منه فنلده رغما عن أنفه فلما أفاق فلما أفاق يعطيك أي معنى تفهم شنو أن هذه المرأة الخبيثة الخائنة استغلت هي ومن كان معها استغلوا فترة غيبوبة رسول الله صلى الله عليه وآله كان مغشيا عليه قبل أن يفيق أو كان نائما مثلا استغلوا هذه الفترة ووضعوا هذه المادة الغريبة في فمه زين فلما أفاق اندهش أو اكتشف الموضوع فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني ما نهيتكم عن ذلك تقول قلنا كراهية للدواء كراهية للدواء انت نهيتنا انت مثل طفل والعياذ بالله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر لا يبقى أحد عقابا لكم نفس ما صنعتم بي أقتص منكم بأنه ماذا الجميع يلد إلا العباس فإنه لم يشهدكم هذا واحد من أكتر الأحاديث إشكالية محمد كان على فرش المرض قال لهم لا تلدوني يعني ما تحطوش لأي دواف في فمي ما تحطوش أي قطرة من الدواء في فمي لماذا يقول هذا الأمر أكيد كان خايف من شيء معين قالت عائشة لددناه في مرضي فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء يعني غصبا عنه شربوه نوعا ما من أنواع الدواء ما نعرفش ما هو وقال ألم أنهكم أنت لدوني وبعد هذا لحظوا الرد الفعل بتاع محمد لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر حطوا نفس الدواء لكل واحد وأنا أشوف ما فيش شخص عاقل يقوم بهذا الأمر إلا لو كان يشك أنه هناك سم لا يمكن أن تعاقب ناس أنه يشربوا من نفس الدواء إلا لو كنت شاكك في شيء معين إلا العباس إلا عمه فإنه لم يشهدكم التانيين كلهم حطوا لهم الدواء هل فعلا أداقوهم من نفس الدواء اللي أعطوه ما نعرفش الرواية ما تقولش يمكن أعطوا أعطوا للناس شيء تاني مية أي شيء حتى لأنه بالنسبة لهم هو يهجر يهدي ما ليس في وعيه وتفصحيح البخاري لماذا لد محمد غصبا عنه ولماذا أمر بأن يلد كل شخص في البيت الرواية الشيعية فيها نوع من المعنى فيها شيء من الأسئلة المعقولة من لد محمد لاحظ أن عائشة عن عائشة لددنا رسول الله فأشار لا تلدني قلت كراهية المريض وبعدين قال لا يبقى منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهد كنا يعني الباقي كانوا نساء فالشيع لهم حق أن يتهموا نساء محمد بوضع السم في الدواء الذي أعطي لمحمد نجد رواية كثيرة تقول أن النساء فتشاور نساؤه في لده فلدوه موجود في مسند أحمد لا يبقين في هذا البيت أحد إلا التد إلا عم رسول الله فمعنى أن النساء قمنا بهذا الأمر الشيعة صراحة في روايتهم يتهمون عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر لأنهم قاموا بالخلافة بعده وعائشة هي اللي روت رواية السم عن خيبر وهي اللي كانت متولية مرضه وهي اللي عملت كل شيء فيتهمون مباشرة عائشة وحفصة عن عبد الصمد بن بشير قال عن أبي عبد الله الصادق قال أتدرون مات النبي وقتل إن الله يقول أفئن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم فالسم قبل الموت إنهما سقطاه فقلنا إنهما وأبويهما شر من خلق الله في تفسير العياش وفي بحار الأنوار إذن تفسير العياش وبحار الأنوار ينقلون لنا قولا عن جعفر الصادق يقول أن محمد سم قبل الموت ومرأتان سقطاه وقال الناس إنهما وأبويهما شر من خلق الله ووافق على هذا الأمر شوف فيديو ليسر الحبيبي يؤكد هذه الرواية رواية أخرى يرويها العياش رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الشريف عن عبد الصمد بن بشير عن الصادق صلوات الله عليه يقول يقول لأصحابي تدرون مات النبي صلى الله عليه وآله أو قتل هل تدرون هل النبي مات أو قتل إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقادكم تعرفون شنو هو ما هي الحقيقة يقول الإمام عليه السلام فسم قبل الموت مو سم قبل ثلاث سنين مو سم في خيبر فسم قبل الموت إنهما سقطاه إنهما ثنتين هما ثنتين مو اثنين ليش؟ لأنه إذا كانا اثنين يعني رجلين لكان ينبغي أن يقول إنهما سقياه هنا قال إنهما سقطاه يعني امرأتان فقلنا أصحاب الإمام عليه السلام لما سمعوا منه هذا الكلام قلنا إنهما وأبويهما شر من خلق الله عائشة وحفصة وأبويهما أبو بكر وعمر شر من خلق الله الإمام عليه السلام هما استدرك عليهم ما خطأهم ما قال لهم لا ترى شر من خلق الله يزيد شمر مثلا لا لا الإمام سكت وسكوته ماذا؟ تقرير أي بالفعل هؤلاء الأربعة شر من خلق الله إذن الشيعة يتهمون صراحة حفصة وعائشة وبالأخص عائشة وأبويهما في قتل محمد بالسن ولهم الحق في ذلك لأنهم كانوا يريدون الخلافة وأخذها أبو بكر وأخذها عمر وحفصة وعائشة عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر فإذن لهم للشيعة الحق في هذا الأمر فإذن نحن أمام يعني جريمة متكاملة الأركان الشيعة عندهم يعني إشارات في الروايات السنية تدل على هذا الأمر لكن هناك أعراض أخرى ممكن نشتم منها أن محمد ربما مات صحيا بسبب آخر يمكن الشيعة فقط يتهمون السنة والسنة يتهمون اليهود بسبب العدوات التي تكونت لاحقا يمكن هذه الروايات كان سببها التناحر الموجود يمكن احتمال آخر مجموعة من الأسئلة لكن الأعراض اللي نشوفها في روايات صحيح البخاري مثلا لما ثقل النبي ثقل معنى جسمه صار تقيل واشتد به وجعه فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر كان هذا الرجل هو علي إذن من هذه الرواية كان يمشي ورجلاه تخطان في الأرض معناه أنه كان رجلاه متدليتان فإذن كان عنده شيء في المخ شيء في الدماخ كان عنده حمى كبيرة كان يقول لهم في مرضي هريقوا علي من سبع قرب محتاج ماء كتير لم تحلل أوكيتون يكونوا مليانين ثم طفقنا نصب عليه حتى طفق يشير إلينا قد فعلتون كفا ثم خرج إلى الناس فكان عنده حمى ويفرغوا عليه الماء الكتير كان أيضا من روايات أخرى عن أنس بن مالك يقول وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله إذا كان أكثر الوحي أنزل يوم توفي فأين هو؟ لا نجد أي آية أنزلت يوم وفاة محمد بحسب المسلمين إذن أكثر ما كان الوحي تفيد أن أكثر ما حصل له الصرع لأن نوبات الصرع كانت تفسر على أنها وحي أكثر ما كان يسرع محمد هو يوم توفي فأيذن حصلت له نوبات متتالية ونجد هذا في روايات أخرى في صحيح البخاري باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل أنس بن مالك أيضا تابع أن الله تعالى تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله إذن أكثر يوم كان فيه الوحي كان يوم وفاة محمد ولا نجد مع ذلك ولا آية فمعناه أنه كان تحصل له نوبات الصرع نجد أيضا أنه كان عنده ضيق تنفس طفق يطرح خميص على وجهه فإذا اغتم كشفه عن وجهه وهو يقول لعنة الله عن اليهود والنصارى ضيق التنفس الحمى كترة الصرع تدل على صرع الفص الصدغي أنا شخصيا أعتقد أنه مات بسبب هذا الأمر أين كان الموضوع موضوع كيف ومن قتل محمد موضوع يستحق المناقشة تابعوا المناقشة على فيسبوك أراكم في الحلقة القادمة بنعمة الرب في موضوع شيخ آخر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة